هو ده أكيد هيرجع لمرضود أن أنت ماسك أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في الوطن العربي بتحقيق إنجازات وبطولات بتبقى مطالبة منك على قد ما أنت ماسك نادي كبير على قد ما هتتعرض لانتقادات كبيرة جدا لكن احتراما للراجل والفكره هو كان قافل على فكره بشكل كبير ووثق في قدرات نفسه ووثق في قدرات لعبته أنا زي ما أقول لحضرائك المجلس دارة النادي الأهلي يعني بيوفر كل سبل النجاح لأي مدير فني هي منظومة طبيعية أنت تنجح فيها لكن زي ما بنتكلم عن لعيبة أن عليها ضغوط زي ما بنتكلم عن مدير فني أكيد عليه ضغوط مدير فني بيدرب أرقام وده اللي هيحسبه عليه مجلس دارة النادي الأهلي وبيفضل يعني مجلس دارة النادي أهلي ما بيتحسبش مع المدير فني بالقطعة خسارة مباراة أو تعادل مباراة سواء في الدوري سواء في أفريقيا لكن هو في الآخر هو هيتحسب على البطولة وفعلاً الراجل من بطولة لبطولة محقق البطولة التسعة ومحق البطولة العشرة فكل الحاجات دي ويندلب هيدل عن أنه راجل شخصية قوية جداً راجل وثق في إمكانياته وثق في فكره بيقدر يطبق أسلوب لعب أو بيفرض أسلوب لعب على أي فريق واللعابة مساعدة أكيد بشكل جيد طبعاً نسوف صورة تانية لطيفة جداً كنت حابب برضو أهديها المسلميني الصحيح لأن بيتسو يستحق دائماً الأفضل ثلاثة كؤوس إفريقية حققهم بيتسو المسلميني كمدير فني واحدة طبعاً حققها 2016 مع سانداونز والتانية حققها بيتسو المسلميني السنة اللي فاتت على حساب نادي الزمالك طبعاً مع النادي الأهلي والتالتة حققها السنة على حساب كايزر تشيفز إنجاز يضاهي ويوازي إنجاز زين الدين زيدان مع ريال الملكي مع ريال مادريد أكيد إنجازات بتضاف له بتضاف له وتضاف له تاريخه وخصوصاً إنه حقق3 بطولات أفريقيا دي حاجة مش سهلة على أي مدير فني لكن بتتكلم في أرقام أنا بشوف أنها مرعبة جداً أرقام انت بتكسب سيميتانال بتكسب ذهاب وعودة وبتكسب فريق بتكسب ذهاب وعودة دي في النسختين في النسختين ومعمين وداد وداد والترجي لكن دي أرقام أنا بشوف أنها أرقام مرعبة جداً مع أن مستر موسماني نسبة التوفيق معاه بشكل كبير جدا وهو شغال على هذا يمكن أنا كنت معترض لبعض التصريحات أو اللي بيهجموا النادي الأهلي أو بيهجموا أداء مستر موسماني أو بيهجموا طريقة الجوان اللي بيجيبها لعيبة النادي الأهلي لكن اللعيبة بتشتغل على عمل التوفيق جهاز فني بيشتغل على عمل التوفيق وهنا كرة فيها توفيق وعدم توفيق لكن اللعيبة مع الجهاز الفني مع مجلس الإدارة عمر التوفيق ما هيبقى ملازمك إلا أنت شغال عليه كويس صحيح